أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لم تخفي شيئاً عن الولايات المتحدة فيما يتصر بوباء كورونا وصراحة مدير المنظمة تيدرو سادانوم جبريسوس أنه لم يتم إخفاء شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول وذلك بعدما علقت واشنطن تمويل المنظمة متهمة إياها بمحابات الصين وإدارة الأزمة بشكل سيء إن وجود موظفي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها يعني أنه لا يوجد شيء مخفي عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول لأن هؤلاء أمريكيون يعملون معنا ويأتون بشكل طبيعي وإن نسبة لمنظمة الصحة العالمية لا نخفي أي شيء كل المعلومات متاحة